بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم سيادنا محمد فونديشن زي الخوازيق و الحاجات اللي تحت الارض ديه تمام اه والخوازيق طيب اه منها عنواة كتيرة زي الازوريتد فوتينج اه او الستريب فوتينج او الستريب فوتينج اه نتكلم اول حاجة عن الازوريتد فوتينج تمام اه دي هي الاعداء التي ينتقل لا يحمل عن طريق عمود واحد فقط يعني انا منقول احيان اعداء ازوريتد يعني كيفية انتعام منفصلة يعني اعداء فوقها عمود بدس تمام? ممكن ان اعداء واحدة فوقها عمودين تمام فالشكل منها تمام تكون اما مربع او اما مستطيل تمام المربع دي يكون العمود اللي عليها اما مربع ايما دائري الاعداء المستطيل كذلك يكون عليها عمود مستطيل تمامレグ اللي ديتد في اسألة اول حاجة الي هو pleasedة اللي هو الحمل لعمود تاني حاجة اه اللي هي اه قدرة تحمل التربة تالت حاجة اللي هي كسافة التربة اآ رابع حاجة اللي هي اف اس او الاف ييلد ده اللي هو اجهة الخضوع آآ تالت حاجة او رابع المهم الحاجة الأخيرة عندنا اللي هي اللي هي تضاهي الف سي في تمامينا اللي هي مقامة مميزة طيب اه المطلوب بقى للمطلوب بانك تصمق عادة ايزلويتا ويتجيب الديميشن والستيل بتاعها زي تصميم الخرصانة ده ببقى شكل القادة بتاعتنا تمام بيكون عليها عمودة واحد بحمل بتاعه بحمل بيه وهنا دي الجي اس اللي هو سطح الارض بتاعنا بقص بينزل اول عمودة على قاعدة مسلحة وبعدين ينزل على قاعدة عادية وبعدين التربة ترد عليها بحمل او الكيو بتاعتها اللي هي الكيو اللوبر تمام بعد كده نخش عن خطوات الحل على خطوات الحل نقول اول حاجة عندنا حساب الجهد الصافي للتربة عند منسوب التأسيس تمام اه هنقول ان الكيو نت بتاعتنا بتساوي الكيو نت اللوبر اللي هو الجهد الصافي للتربة عند منسوب التأسيس بتساوي الكيو اللوبر اللي تحت اللي هي تحت اللي هي اللي بترد عليها التربة ديت ناقص الجاما في الدي اف الدي اف دوت اللي هو ارتفاع لسات عم منسوب سطح الارض تمام طيب تاني حاجة بنعملها او بنحسبها حساب مساحة القاعدة بحيس ان احنا نكيب منها طول دل العائدة سواء كانت مربعة او ابعاد الاو ديمينشن الادا tıو مستطيلة تمام فيحنا بنقول ان الا cereالة المستطيلة مربعة اه بتساوي بي تربية اللي هو الطول دل الاعدة بتربية بتساوي الحملة بتعنا على المساحة على الجهاد اللي هو القنون بتاعنا اللي هي بالطريقةeton على الارياء طبعا نحنعايزين الارياء يبقى ان اقول ان الارياء بتساوي الفورس على السترس بتاعنا اللي هو معي والفُرس بتاعيتنا اللي هي حمل العمود طيب بعد ذلك بنجيب سمك الاعداء العادية. او تمام? التي بي سي ديت اللي هو ده بيتم مفروض بيتم مفرض الاول بكمة بروز الاعداء العادية من المسلحة القيمة بتساوي سي. يعني المسافة من هنا الهنا ديت بتساوي سي. تمام? طيب. اه 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 سي ديت هنفرضها النؤية توحتاج ايه ايه باثلاثين سنتي ايه من تلاتين اربعين سنتي هنخد احنا في الغالب اربعين سنتي. آآ وبعد كده نيجي بقى نعمل ايه? آآ نعرف ان آآ طول القعدة مسلحة قدية هنقول بتساوي البي عرض القعدة ناقص اتنين السي دي. يعني المسلحة دي بتساوي البي بتاعتنا ناقص الاثنين السي اللي هي مين وشمال القعدة. تمام? طيب. آآ نربعها طبعا يدينا مساحة القعدة مربعة. تمام? هناخد بها معنى كده بيقول لك مطموم بتصميم قعدة مسلحة مربعة. تمام? وزلك العمود محوري بعد وربعين فاربين وتسليحه تمانية فايس التاشر. وبه يحمل تشغيلي كل تمانين طن. والجهد الصافي المسموح به للتربة عند منسوب التأسيس ده هو كيو اللاول او كينوية اللاول. يعني هو انه بديك كينوية اللاول على طول. تمام? آآ بتساوي عشرة كيلو جرام على سنتيمتر سكويري يعني واحد طن على متر ثروية. آآ والخارصان العادية هي الاف سي بتساوي خمسين كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. آآ الخمسين دي هاتي في المعنى واحنا جايين نجيب الكيوة نوكيته عشان هنصال في في الاسات. تمام? طيب. هنقول اول حاجة ان الاريا بتساوي بيجي على كيونيت اللاول. تمام? الاريا بتاعتنا تمانين 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 آآ تمانين آآ اعفوا الحمل بتاعنا تمانين آآ طن. تمام? آآ هنقسم على آآ الحمل آآ العاشر بتاعتنا اللي هي عاشر آآ طن. تمام? هتساوي تمانية متر تربية آآ هنقول ان الارية بتاعتنا بتطلناها بتطلناها تمانية هيبقى البية طول الدلية بساوي جزر التمانية يعني بتساوي اثنين بوينت تلاتة وتمانين طبعا مش هنفع ان ان نأسس قاعدة آآ ببعد الطول اللي هتضلعها اثنين بوينت تلاتة وتمانين فهنقول ان هنعتبقها مربعة ونقرب لعرب خمسة سنت بزيادة او يعني يعني تبقى اثنين متر اه نقرب لعرب خمسين ملي خمسين سنت بزيادة يبقى ثلاثة متر تمام طريقة التصميم بقى للمارن هنقول ان الدي بتساوي كي وان دي مكان السي وان جزر الام التميمت تمام مش الالتيمت بقى الاموركينج على البي مفيش بقى فيه السيو هنا طيب البي دي ممكن تبقى عرض الكاميرا ممكن تبقى عرض ميمترا بالاطا تمام. اه طبعا العرض البلاطا بتبقى متر لان احنا بتسمع المتر طولة او المتر المربع. اا الكاميرا بتاعتنا اتناشر سنتزي و خمسة وعشرين سنتزي الكاميرا بتاعتنا على طوبى وتوباء ونصフ. الدنيا بتساوي بنسعة زمن الح。 البي دي بتساوي بتاعة اهي فتحت ارض الااا قاعدة. بتاعة الى المسللحم. بعدك اذا هنجب الاريا ستييل بتساوي ال مومنت على الكيتو فاددي الكيتو نحن ممكن تربطه نجبها من جذواك شاكلة في الayarme كوان الاوكيتو بداية ال bergстро ال 모델 وبدالات نسبة الحديث السانوي فالسطوية ال微말 نسبة الحديث السانوي هي الفا لها قمتين ان هي بحديث هاتفع الاładية يمع صفر الاريا ستييل ام تبقي قدقائك ال توبينتين الاريا ستييل ده في حادة التقاميرات تمام لأنها بحديث اتنين الاريا ستييل اه وعشان نعرف الفرق بين ال Work and ultimate هنعمل ايه هنجيب اه نجيب نرسم القانون نكتب القانون ده هنا developing وهي قانون ده بتاع ultimate يبقى كي وان ديت مكان ال Gene and only and td مكان ال become that وال within the sketch a bei per time with طيب دي بده بقى نحل المسألة بتاعتنا قلنا ان الحبل ثمانين تمام والكيو اللي هو بالعشرة طن كانت مكتوبة غلط فوق اللي هي عشرة كيلونيتين هي عشرة طن بالزبط طيب اهم فجيبنا اول حاجة الارية بتاعتنا وجيبنا الديمانشن بتاعت القعدة وبعد كده بدلالة الكيو اللي بداية العلاقة بين البروز اللي هو سي وسمك القعدة اه تي اعفو لها موجودة في صفحة تمانية وخمسين في الكتاب هتلاقي جدول كده في نص الصفحة اه ميديك بيقولك الجهد الصافي المسموح به اللي هو الكيو اللي هو بالافصيل بالكيلو جرام على سنتيمتر سكوير تمام اه وتاخد قدام الجهد بتاعك وتشوف سمك الخاصناء بتاعتك الجام اينا طلق الكيو اللي هو بتطلع معنا بكم اه كم الدهون هو بعشرة تمام يعني اللي هو واحد يعني هو عشرة عشرة طن يعني واحد كيلو جرام على سنتيمتر سكوير تمام اه هنخش في الجادرة هنلاقي ان الكمية اللي بتطهيها اللي هي سوعة تميم مية السي تمام اه فاحنا دلوقتي هنجيب بقى التي بي بتساوي سوعة تميم مية السي احنا كنا فرضناها بالمين سانتي زي ما قلنا سوعة تميم مية فاربين سانتي هيديك اربعة وتلاتين مية بوينة بوينة تمانية اربعة وتلاتين بوينة تمانية يعني تساوي تقريباً خمسة وثلاتين سانتي طيب معروية بروز الاحدة اللي هي السي بتاعتنا هنقدر نجيب ضايمانشا بتاعت ال�hora بتاعة القاعة بتاعتنا هنقول إنه بي ارسي اللي عرض الادر المسلحة تماما ليساوي عرض الادر العادية بالربع طول الضلع. بس يا دي ف podeftaيتنا اللي عادة مربعة. طيب јه هندس ابانها اللي هي بتلات invent fails tem. متر تمام? التلاتة متر دي هي نطرح منها اثنين في السيل اللي فرضانها بين سانت يطلع معنا ناتج اثنين بوينت اثنين. الاريها باقعتنا اثنين بوينت اثنين متر تربيع. يبقى احنا كده جبنا الارجاة جبنا طويلة الضلع اثنين متر عشرين. وبنساح تاعتنا اربعة متر اربعة وتمانين. طيب. بعد جده عشان نجيب سمك اه المسلحة. نجيب سمك المسلحة. بيتم ايجاد قيم اجهدات التنامس بين الاعدة العادية والاعدة المسلحة. وتحكم لها بشرط ان ما يزيدش عن ستة كيلو جرام عصمت متر سكوير. هنا مش خمسة دي ستة تمام. يعني. هو الحسن الدكتور بيتغيرها من سنة سنة بس احنا كتا على سنتنا الدكتور كان فرض دي بستة مش بخمسة. احنا ممكن نكمل مسألة برضو عليها كده. هي كده كده هتطلع سيف. تمام. اه لحساب قيم اجهدات التنامس الف كونتاكت. اجهدات التنامس بين الاعدة العادية والاعدة بتاعتنا والتربة. هنقول ان الف كونتاكت بتساوي بي على الاي ار سي. اللي هي قعدت اه مساحة الاعدة المسلحة. البي بتاعتنا اللي هي التمانين على الالة بتاعتنا اللي هي تنين بوينت اتنين تربية. فتتهديك الناتج بتاعك ستاشر بوينت تلاتة وخمسين. طلع على المتر تربية. هنجيب بقى بتاعتنا على تمام. هيتهدينا على عشان تجيب نجيب على على وبعدين نقارن نقارنها بالخمسة الف كونتاكت بتاعتنا اللي هي تتاشر بوينت تلاتة وخمسين نقسمه على اللي هو اه عشرة العشرة اللي هم يدوننا في المسألة. اه نضربه في مية هيدينا كده كده هنضربه تحت المية يعني هي واحد بوينت ستة اه خمسة على من الخمسة. يبقى ازا اللي كنت بتاعتنا ساف. تمام? طيب نجيب عشان نجيب المية بتاعنا. طبعا المية بتاعك كانت تليفر بتساوي اه W اللي تربيعها على اثنين. طيب ال W بتاعتنا اللي هي F CONTACT اللي بتاعتنا اه اللي هي بتاعت السي بي بتاعتنا اللي هي المسافة ديت. تمام? اه ونروح من اكتنا السي بي أه في طول الاعدة بحيث ان هو يدب complet بتاعنا او المغيت بتاعنا متوزع على متر الطولي بتاع الاعدة작 متوزع على طول الاعدة كلها هي متوزع على متر الطولي. تمام? بحيس الهم نعتني ان نجي نكتب التسليح لامسلا دلتاشر في زster شر. لكل الاعدة. او مسلا نقول اه ما يعني طول على طول الاعدة ما نجيش نقول ان هي ايه. لامتر واحدة الاعدة تمام. طيب نخش بقى نجيب المونت بتاعنا بتساوي الف كونتاكت في البي ار سي في السي تربية على اثنين طلعنا المونت بتاعنا وبعد كه عشان نجيب سمك الارسي او سمك البلعو الدلطة المسلحة نجيب الاول حاجة هي الدي بتساوي الكيوان لازل ام الت متاع الاموركينج هنا بقى على البي اه هوير البي بتساوي البي ار سي اه لامسحة العدل المسلحة تمام من الجذور بداية جهد التربة هنجيب الكيوان وكي تو هنقول ان الكيوان فرضا بفرضها دايما ببو بين تلتة ستة واحد تمام اه تلتمية وقت ستين من الف الجذر الجذر الكي بتاع ال الام بتاعتنا اللي احنا مطلعنا من فوق اربعة واشر بوين اه اربعة واشر بوين سبعة في عشرة وخمسة دي تحويلة بتاعتنا تمام في على على اتنين متر عشرين دربعة في مية بقى ماتين وعشرين تمام اه هيددين لبس بتاعنا سنتي يبقى هناخد ناخد اه 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 اقل سمك للقاعدة المسلحة اربعين سنتي ويبقى الاربعين سنتي بتاعتنا ودبس بتاعها سبعة يبقى اربعين مع السبعة يدينا تلاتة وتلاتين سنتي تمام اه قبل اكمال عباية التصميم لابد ان احنا اتاكد ان العام كدوات بتاعنا بيقابل قوة قص وقوة قص الصادق يبقى ان نعمل لها الزي نعمل تشيك وشير وتشيك متشيك والشير اول حاجه بال included . buyers de porque فقدة تنظيف كيوشير الماكسيمم ايس على سبعين في المية لبي في دي طبع سبعة سبعة وتعمين في المية علشان تدخل الشراحة باتاعتك بنت بتقسم القاعدة فأنت يعنى شراحة في التجاه التجاه طولي في التجاه العرضي اه الشراحة دي يواخد نفس الجزء من القاعدة او اخد نفس mountains من مرانو الغemia في سبعة امين في الميت ريώς biteقلل شوية قصص التاعتك تمام بتاخدش مساحة كلها عشان انت بتأثر كود القاصة داعتك على حتة في حتة خلقها متشارة منك وانت بتحسبها. تمام? النام مفقود يكون اقل من ستة. تمام? يبقى هيا دي الستة. يبقى انا غضرت ما جيت قلت دي يكون اقل دي دا ما بكون اقل من خمسة. يبقى دي كانت خمسة ودي ستة. يبقى دي نقطة أصدها. تمام? يبقى دي خمسة فعلا نسابة زي ما هي. وبعدين ندي ست. تمام? اه الكيو ماكسمون شير بتسوي الف كونتاكت في البي في سي نقص الدي. تمام? نقص الدي على اتنين. طيب. الف كونتاكت دي اللي ليس بتاعتنا البي ديت اللي هي طول الاعدة. طيب احنا دلوقتي بنجيب ايه? الشير. الشير بيأثر على ايه? بيأثر على القطاع بتاعنا بس لازم ينزل من زاوية خمس فاربعين. عشان يأثر عليه فاحنا بنجيب ايه? اه الف كونتاكت بتاعتنا في البي بتاعتنا ديت. تمام? البي ديت لو طول الاعدة. في السي دي كلها النقص الدي على اتنين. تمام? فديت المساح بتاعتنا. هنعوض الف كونتاكت بتاعتنا بستاشر بيأثر خمسين في البي ليانت ما اتنين بوينت اتنين. في السي بتاعتنا ليات سعين مائز بوينت فور على الاتنين. طب تسعين دي كانت منين مش احنا قلنا ان نعرض القاعدة كلها كده اتنين متر عشرين. تمام? نشيل منها نشيل منها آآآ метر تلاتين يديك تسعين. ليه بقى تشيرنا متر تاتين لان نصها اتنين متر عشرين. نص اتنين متر عشرين. متر وعشرة. تمام? فانت عشرين متر وعشرة دي نص نص العمود اللي هو كان عشرين هيديك تسعين. تمام كده? نرجع هنا تاني. الكيوشير. اه طلعناها اللي هي جبناك الكيوماكسماوشير الاوهل. تمام? وبعد ما جبناك كيوماكسماوشير. اه ضربناها في عشر ستلاتة. وبعدين اسمنا على سبعة امين في الممية في البي في 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 الدي. تمام? وجبنا الكيوشير. الكيوشير اه اكشوال. المفترض ان يكون اقل من الستة. وده الالاول بتاعنا. اه يبقى احنا كده ونجي نعم بقى تشيك طبعا هنعرفين بتاعنا بيختارك العمود بيبقى بنشيل منه جزء. اه اللي هو الجزء بتاع البانشينج بتاعنا. بتاع العمود يعني انت عامد بيخش يمين دي على اتنين وشمال دي على اتنين. هس بنعمل بانشينج تمام? فبيختارك العمود البلطة باول القعدة في الحيط دي. اه يبقى هنقول ان الكيو بانشينج بتساوي كيو ما تسمع على البي في البي نوت. الدي بي دي اللي هي مسائل محيط القعدة. اه الدي بي ده اللي هو سمك القعدة. دي بانشينج يعني سمك القعدة في الحيط البنشنج. آآ ودبين نقول ده له محيط القاعدة بتاعتنا محيط مساعة القص تمام وبعد كده هنقول ان بتساوي في تربية ناقص في زائد البي دي زائد الدي بي كل تربية آآ نعوض في القانون بتاعنا هنطلع اللي هو هنعوض بها هنا كده وعدين نقسم على اللي هو المجهول بتاعنا او دي بي ده ده احنا مطلوب نجيبه آآ بتساوي آآ اربعة في زائد الدي بي وهنساوي دي بي بالتمانين اللي بخد لك بحيث ان احنا ايه نجيب الدي بي بتاعتنا وبقى شرطة تمام جبنا الدي بي بو بو بوينت واحد تلاتين يبقى الدي بتاعت الدي بي بتاعتنا بتساوي بوينت واحد تلاتين نمكن نقفل حد هنا تمام وبعدين نجيب الشيكوب وانشنج تاني من الاول قليل لان ايه آآ نشرحه في فيديو الواحد عشان ده في جزء تسليح نتكلم في المرة الجاية تمام